اشتركوا في القناة ان شاء الله في هذا اللقاء سأحاول إجابة على أسئلة متكررة من قبل كثير من الناس التي وردت إلى يونسيف ويبسايت أو أخر مصادر لهم فان شاء الله سأبدأ بالإجابة على الأسئلة التي وردتني سابقا وفي نفس الوقت ان شاء الله سوف أجب على الأسئلة التي تردني قلال المسجات أول الأسئلة التي وردتني هي هل يستطيع الأطفال أخذ اللقاح؟ هل يستطيع الأطفال أخذ اللقاح؟ نعم الإجابة على السؤال طبعا كما نعلم أكثر يعني كل اللقاحات عندما يصدر من الذي يستطيع أخذ اللقاح ومن لا يستطيع أخذ اللقاح بناء على الدراسات التي أجروا عليها خلال التجارب هل طبعا لأنه لا يوجد أي لقاح جربوا على الأطفال لذلك لم ينصحوا بأخذ اللقاح للأطفال لكن علميا سأجب عليكم علميا وليس بناء على المعلومات من الشركات التي أنتجتوا اللقاح طبعا علميا أعتقد أنه ما في مشكلة من أخذ اللقاح للأطفال لأن الأطفال أعتقد أنهم سوف يعني ستكون الأراضي الجنبية أخف من الكبار السن هذا طبعا رأيي العلمي ورأيي الشخصي لكن حاليا اللقاحات تعمل بتجارب على إعطاء اللقاح للأطفال وسوف يعني نرى مع الوقت بأنه كثير من شركات اللقاحات سوف ستقول أنه يمكن إعطاؤه لأعمار 12 إلى 16 أو ما دون 12 وسنرى ذلك مع الوقت لأنها يعني في النهاية ستكون مثل لقاح الإنفلونزا ولقاح الإنفلونزا يعطى للجميع بشكل عام ما هي الأمراض المزمنة التي لا يمكن أخذ اللقاح للمصابين بها طبعا هل الأمراض المزمنة صراحة يعني هو اللقاح عمل لأصحاب الأمراض المزمنة لأن الأصحاء يعني هم أقل عرضة وأقل خطر من الإصابة بالكورونا لذلك أعتقد هم أصحاب الأولوية بأخذ اللقاح لكن يعني أنا أتكلم عن مرضى السرطان مرضى القلب مرضى الضغط مرضى السكري هاي الأمراض المزمنة كلها أعتقد لهم الأولوية هم من يجب أن يأخذ اللقاح لأنهم هم أكثر عرضة وخطورة في هذا الوباء هلأ يعني لا أريد أن تكدم التفصيل لكن يعني ممكن بعض يعني حتى وبعض الأمراض المزمنة أو أمراض المناعة مع يعني عندما يعني يجب أن تتكلم مع الطبيب وممكن أن يعني حتى لو كان عندك أمراض مناعية ممكن أن تأخذ اللقاح بس لكن لازم يكون تزامن متى تأخذ الجرعة ومتى تأخذ دواء الأمراض المناعية ممكن أن أن تتكلم مع الطبيب الخاص للأمراض المناعة وإن شاء الله الأمور يعني يمكن أن أخذ اللقاح ما هي الفئات التي لها الأولية فئة اللقاح طبعا تكلمت عن هذا يعني الكبار السن والأمراض المزمنة لهم الأولوية ما هي العراض الجانبية للقاح ومتى تظهر بعد الجرعة الأولى أو الثانية طبعا الأراض الجانبية يعني كثيرا تكلمنا عنها هي يعني طبعا أعتقد أنها مع كثير من اللقاحات وليس اللقاح كورونا لكن إجت لقاح كورونا وأعطت أكثر أراض جانبية من اللقاحات الأخرى لأن الجسم يعني صراحة هي مش لأنه اللقاح يوجده يعني خطير وكذا لأنه أعطى أراض جانبية لا لأنه أجسامنا لم تتعرض لم تتعرض لمكونات اللقاح يعني الفكرة كلها العراض الجانبية تتكون من المكونات اللقاح فهذه المكونات إذا كانت أجسامنا لم تتعرض لها في الماضي لم تكن من مكونات اللقاحات الأخرى في الماضي جسمنا لن سيعتبرها أجسام غريبة وسيتعني سوف يحاول أن يكون مناعة لها لذلك العراض هي الحرارة، الهزال، السعب، الدوخة، مراجعة يعني هذه العراض هي عراض طبيعية جداً مع أي لقاحات ولا خوف منها هل يجوز لمرضى التحسس؟ طبعاً سأحاول أن أجب على التكس والأسئلة التي وردتني في الماضي هل يجوز لمرضى التحسس والربو أخذ اللقاح؟ هل يمكن أن يكون خطف؟ لا يا أخي المرضى التحسس والربو لا مشكلة عليهم بالعكس هم أولى بأخذ اللقاح لكن يجب أن تتأكد طبعاً الربو 100% ما عندك مشكلة أنت أولوية لك في أخذ اللقاح التحسس يجب أن تتأكد بأن الحساسية ليست ضد أي أحد مكونات اللقاح الذي يقدم لك أفضل لقاح تكمنه المنحة الدراسية لأطفال المدارس إن شاء الله تعالى تعود الأمور كما كانت هل يحمل اللقاح من الإصابة 100%؟ نعم أخي الكريم حتى يوجد اختلافات بين الفعالية اللقاح إلى آخر يعني يوجد لقاحات فعالية 80% 95% أحد يقول لك 99% أو 70% لكن في النهاية كل اللقاحات تحميك من الإصابة 100% حتى لو كانت الفعالية أقل لأن الفعالية ليس لها علاقة بالحماية من الإصابة والحماية من دخول المستشفى والحماية من العراض الشديدة نعم كل اللقاحات إن شاء الله ستحميك 100% من الإصابة هل يعني الأساس أنت؟ طيب هل يقلل اللقاح من شدة الحالة إذا تمت الإصابة أو يمنع الموت؟ نعم يا أخي الكريم أجبنا على السؤال اللقاح 100% بإذن الله سيحميك من يعني خلينا نفصل الإصابة والحماية من الخطر والموت الإصابة طبعا يعني ممكن تصاب يعني ممكن اللقاح لن يحميك من الإصابة 100% لكنه سيقلل عندك الأعراض وسيحميك 100% من الإصابة الشديدة ومن الموت حتى نكون واضحين أنا أخذت فيزر جرعة أولى في ناس أخذته وانصابة شكتور شو السبب؟ طبعا ما في مشكلة يعني إحنا حكينا الإصابة ممكن ما يمنع من الإصابة لأنه يعني الفيروس لن يكون خارج الجسم ويحميك من دخول الفيروس إلى الجسم طبعا الجسم سيدخل الفيروس سيدخل من الجسم إذا تعرضت له لكن الفائدة الفيروس هي عند دخوله للجسم فالمناعة التي اكتسبتها من اللقاح سوف تدافع عن هذا الفيروس وستحميك من خطر الإصابة الشديدة ومن الموت طبعا حتى لو تأخذ اللقاح يجب أن تكون حذر من العدوى نعم يعني حتى لحد الآن حتى يعني إذا لم نصل إلى نسبة كبيرة من المجتمع صار عنده مناعة سواء كانت مناعة مكتسبة أو مناعة من اللقاح يجب أن نلتزم بالكمامات والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان حتى نحصل على مناعة مجتمعية هل يستطيع مرضى السرطان أخذ اللقاح؟ نعم أخي الكريم مصدر السرطان لهم الأولوية في أخذ اللقاح هل يتم دراسة إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح؟ نعم يعني نتكلم عن الجرعة الثالثة أعتقد بأنه اللقاحات كلها بشكل عام لن تعطي مناعة أبدية فمع الوقت يعني بعد ست شهور يعني تقريبا كل اللقاحات بعد ست شهور يعني كمية المناعة في الجسم ستقل مع الوقت لن تختفي بش لكن ستقل مع الوقت وأعتقد أنه بعد ست شهور أو سبع شهور لو أعطينا جرعة ثالثة حتى تعمل بوستر يعني تنشيط للأجسام المناعية أو للمناعة التي في الجسم التي انخفضت مع الوقت ستعمل تحفيز وستعطيك مناعة في أهل ست شهور أخرى فيعتقد أنه يعني ليس من الضروري لكن من الأفضل لأخذ الجرعة الثالثة مع الوقت وكل اللقاحات سوف تعطي هذا ليس فقط اللقاح الصيني أو فايزر أو غيره أعتقد أنه من الأفضل بعد ست شهور سبع شهور ثمان شهور الفعالية ستنزل نسبة نوعا ما فمن الأفضل أخذ جرعة ثالثة لتنشيط مناعة الجسم حتى تعود الأجسام المضادة تكون جاهزة في حال الإصابة هل لقاح كورونا موسمي؟ أعتقد ألا أعتقد يعني هاي المرحلة لن نستطيع أن قول بأنه موسمي غير موسمي يعني أنا بالنسبة إلي أعتقد أنه لن يكون موسمي أعتقد يعني يعني ما نهاية العام إذا صار عندنا مناعة مجتمعية ممكن أنه بس اللقاح يعطى لناس معينين يعني نسبة معينة من المجتمع ممكن أنه يأخذوا كل سنة واللي هما يعني ممكن يكون ما يكون عندهم مناعة جيدة جدا بس لكن لا أعتقد أنها ستكون موسمية وستعطى للجميع مرة أخرى كل سنة لكن في المرحلة هاي حتى نحصل على مناعة مجتمعية كامة في كل دول العالم يعني أنصح بأخذ الجرعة الثالثة بعد ست شهور أو سبع شهور حتى نحصل على يعني مناعة مجتمعية قوية في كل دول العالم وبعدها إن شاء الله الأمور ستختلف هل هناك علاقة بالمرض وتخطر الدم طبعا يعني هذا السؤال جيد جدا أعتقد أنه بعض اللقاحات كان إليها تأثير جانبي وسببت فيه تخطرات في الدم لبعض الأشخاص بعض الأعمار طبعا يعني هذا التخطر ليس على علاقة بال يعني خنقول إنه اللقاحات نفسها بتعمل تخطر للجميع لكن أعتقد بعض الناس بسبب مكوناتهم الجينية وبسبب مكونات اللقاحات بعض اللقاحات هاي التراب يعني هاي التواجد بين هذه الحالة وهذه الحالة ممكن يعمل هذا التخطر ونسبة قليلة قليلة جدا من الناس وأعتقد مع وجود هاي النسبة ضئيلة جدا في حالة التخطر أعتقد إنه يعني إذا بنعمل توازن ما بين الفوائد اللقاحات وهذه النسبة القليلة من التخطرات أعود وأتكلم لأنه يجب أخذ اللقاح أعتقد أخذ اللقاح مع وجود العراض الجانبية مع عرو مع هاي التخطرات التي تحصل ضئيلة جدا لا يعني بأننا نتجنب من أخذ اللقاح أعتقد يجب أخذ اللقاح إذا كنا نريد أن ننهي هذه الجائحة أطلب من الجميع بأخذ اللقاح المتاح لك يلي بنصاب مرتين بكل وان خلال سنة هل يحتاج لأخذ اللقاح يعني السؤال بالنسبة لأخذ اللقاح لمن يصاب أعتقد إنه ليس من الأولوية وليس من الضروري لكن يعني بعد الإصابة بفترة يعني فترة طويلة بعد أربع شهور خمس سهور أو ست شهور ممكن تأخذ جرعة أعتقد جرعة واحدة بعد الإصابة كافية ستعطيك مناعة جيدة جدا يعني لا تريد أن تأخذ جرعتين أخذ جرعة مع إصابة أفضل من جرعتين بدون إصابة ما هي الأدوية التي يمكن أن تتعارض مع اللقاح طبعا الأدوية التي تتعارض مع اللقاح لا يوجد أدوية يعني علميا لا يوجد أدوية تتعارض مع اللقاح بشكل عام طبعا بشكل خاص بعض الأدوية المناعية ممكن إنه ليس تتعارض ممكن إنها تؤخر من فعالية من تكوين الأسام مضادة وتكوين مناعة للجسم لذلك للأشخاص الذين يأخذون أدوية للأمراض المنائية أعتقد بأنهم يجب أن يعملوا تنسيق ما بين تنسيق في التوقيت في أخذ الأدوية المنائية وأخذ اللقاحات طبعا هذا مع الطبيب المعالج هل سيحقق اللقاح المناعة المجتمعية؟ طبعا بإذن الله يعني ما فيه خلاف أعتقد أن اللقاح إذا أعطي للجميع في كل دول العالم بإذن الله سيحقق المناعة المجتمعية وطبعا يعني أحنا بحكي لكم هلأ في أمريكا طبعا أمريكا كانت من الدول الأكثر في أكثر الإصابات في العالم أكثر حالات الموت في العالم يعني كانت النسبة يعني الوضع الوبائي سيء جدا 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 يعني لو نرجع إحنا بنهاية العام الماضي مع بداية السنة هاي لكن إذا بتطلعوا المنحنة الوبائي طبعا أن أمريكا يعني عملت شو اسمه؟ اللقاح يعني أعطيها بكميات كبيرة جدا 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 من أكثر دول العالم التي أعطت اللقاحات لذلك أعتقد أنه المنحنة الوبائي في أمريكا يعني أمريكا كانت هون ودول العالم هون بوضع الوبائي أعتقد هنا يعني الوضع أنه هون في أمريكا أصبح من يعني تطلع المستشفيات ما في حالات الإصابة قليلة جدا الإي سي يو قليل جدا دخول مرضى الكورونا فيه غرف الطوأم الإي آر أعتقد أنه اللقاح فعلا يعني أعطى يعني ساعد كثير في الوضع الوبائي خاصة هون في أمريكا يعني ملاحظ جدا جدا يعني في المنطقة اللي إحنا فيها يعني ممكن تعتقد أنه ما في عينه وباء أوكين فحد عمره 13 وأقل يأخذوا اللقاح يعني من يعني too early أنه نحكي عن 13 سنة وأقل يأخذوا اللقاح يوجد لدينا ناس هم يعني أنا يعني خلينا نأخر هذا يعني لماذا لا نسأل ناس الكبار السن ومرضى لديهم أمراض مزمنة هم لماذا لا يأخذوا اللقاح هم لا يريدون أن يأخذوا الله اللقاح لأنهم هم أكثر عرضة وأكثر عرضة للإصابة والخطورة فلعمره 13 سنة يعني إن شاء الله بيجيهم الوقت وبغض اللقاح ممكن يكون في جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم كما تكلمت الجرعة الثالثة ستكون لكل اللقاحات وليس فقط سينوفارم أنا عندي حساسية من البنسلين ما أروح على الموعد صح لا يا أختي الكريمة البنسلين ما إلو علاقة باللقاح إذا عندك بنسلين ما إلو تعارض مع أي من اللقاحات لأنه ليس من مكونات أي من اللقاحات لذلك ما في مشكلة فقط خبري الناس اللي راح تأخذ اللقاح عندهم بأنه عندك حساسية حتى تجلسي بعد الباكسين يعني أنصح كل شخص بعد اللقاح ينتظر 15 دقيقة لكن إذا كان لديك حساسية انتظر 30 دقيقة حتى نتأكد هل الفيروس المتحور الذي ظهر سبب تطور اللقاحات ذات الكفاءة القليلة طبعا بالنسبة للمتحورات أو التطورات اللي حصلت على الفيروس أعتقد أن اللقاحات وضعهم جيد حاليا بالنسبة لهذه المتحورات يعني حتى هنا في أمريكا يوجد لدينا متحورات طبعا الفيروس يتحور مش بس في بريطانيا أو في كل دول العالم نفسها الفيروس يتحور لأنه ينتقل من بين الأشخاص وخلال الانتقال يحصل هذه التحورات فبالنسبة لنا يعني حتى مع كل التحورات التي حصلت لا أجد أي مشكلة بأنه من اللقاح ما عمل فعالية ضدهم طبعا هل تحتاج إلى وقت أكثر لتكلم عن المتحورة في ساوث أفريكا وفي بريطانيا وكذا لكن بشكل عام لا أعتقد أن هذه التحورات ستسبب أي تأخير في تكوين مناعة مجتمعية أو تتعارض مع فعالية اللقاحات بشكل عام إن اللقاح يؤثر على الجينات ما مدى صحة المعلومة اللقاح لا يؤثر على الجينات ما ليس العلاقة ليس له لا يوجد به شفرة ولا يوجد به تشيب ولا يوجد به ولا يؤثر على الجينات هل اللقاح استرازينيكا آمن؟ طبعا بشكل عام هو آمن لكن حاليا عاملين عليه هولد حتى نتأكد يعني ممكن نعمل عليه تعديل للتمكن من للحد من هذه التخطرات التي تحصل من بعض الناس ليش صار عندي مضاعفات كثيرة بعد ما أخذت مطعوم استرازينيكا للجراءة الأولى بالنسبة للمضاعفات والعراض الجانبية يعني أعتقد أنها تختلف من شخص إلى آخر طبعا يعني ممكن الشخص اللي صار عنده عراض جانبية أعلى من الشخص الآخر لأنه جسمه تفاعل بهذه الطريقة وليس لاح علاقة باللقاح نفسه يعني لما إحنا منحكي يعني هذا اللقاح سبب عراض جانبية كثيرة مع هذا الشخص ولم يعمل عراض مع هذا الشخص بدليل أنه اللقاح بشكل عام يعني لم بشكل عام هو آمن والمفروض والمفروض أنه ما يسبب عراض خطيرة وعراض جانبية كبيرة لكن بعض الأشخاص يتفاعلوا مع اللقاح طرق غير الآخرين لكن بإذن الله يوم ويومين هذه الأثار الجانبية ستذهب حتى لو كانت شديدة يعني لا تخاف حتى لو كان صار عندك حرارة وقشعريرة وتعب وهزال وكذا 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 أصبر يوم يومين بإذن الله ستذهب هذه العراض يعني لا تقلق لا تروح على الطوارئ وما إذا ذلك أعتقد إنها أعراض ستاندرد حتى لو كانت شديدة هل لقاح كورونا مضر للمرضعة أو الحامل وهذا أصحاب ملد الضغط لا طبعا هل لا بالنسبة لي أنا بحكي لكم رأيي العلمي هل لا بالنسبة للشركات اللقاحات لم تصرح بأخذ اللقاح للمرضعة أو الحامل لكن أعتقد يعني رأيي العلمي بأنه يعني لا ضرر يعني بنأخذ اللقاح للحامل أو المرضعة يوجد دراسات يعني محددة على الناس وأثبتت بأنه لم يؤثر على الحامل أو المرضعة بالعكس حتى الحامل الطفل يعني أخذنا يعني أخذوا عينات من دم الطفل للأم الذي أخذت اللقاح وكان لديه مناعة من مكتسبة من الأم متى يستطيع تلقي اللقاح لمن أصيب بالكورونا أو تافأة منها أخي الكريم يعني بعد سبوعين مع ذهاب الأعراض تماما ما في مشكلة من أخذ اللقاح سبوعين ثلاث أقل شي سبوعين أو أكثر مع اختفاء كل الأعراض تماما إذا أخذت إبرة حساسية الربيع هل تؤثر المطعوم ما في مشكلة لا يوجد تعارض ما بين إبرة الحساسية واللقاح هل تقل مناعة الشخص بعد تلقي المطعوم الجرع الأولى هذا سؤال جيد جدا بالنسبة للمناعة الشخص يعني يريد أن أوضح هاي النقطة يعني كثير من الأشخاص يقول لك طب أنا تكلمت في الموضوع هل تقل مناعة الشخص بعد تتلقي الملعوم يعني الفكرة هي مش المناعة مش أنه المناعة رح تنزل بعد ما توقض الموضوع أنا حضرت من أنه يعني كما هو معروف كل المطاعم عندما تأخذ المطعوم يضعف الجسم يعني الفكرة هي أنه الجسم سيضعف لأن الجسم سيحاول أن يدافع عن الجسم الغريب وهو اللقاح وخلال هذه الفترة وهو يحاول الدفاع وتكوين ليكون المناعة يكون ضعيف فأنت يعني لا نريد أن ندخل عليه جسم غريب آخر وهو الفيروس نفسه فيصبح الجسم يدافع عن طرفين يدافع عن جسم الغريب وهو اللقاح ليكون مناعة ضده ويدافع عن الفيروس نفسه ليكون مناعة ضد الفيروس في نفس الوقت فهذه النقطة هنا يا أخي الكريم يعني أنا لما حكيت أنه بتنزل المناعة لا أريد أن أخوف يعني أخيفكم بأنه لا تأخذ اللقاح فقط أريد أن أحذركم إذا كنت إذا أخذت اللقاح يعني تجنب الأشخاص الممكن لديهم الفيروس أو يعني تجنب تكون في أماكن عامة أقل شيء أقل شيء أسبوع أو أكثر أو أسبوعين حتى تتمكن من بناء الجسم المناعة لديك يعني حتى تكون لديك مناعة جيدة يعني لا تدخل في مرحلة لأنه أنا بحكي لكم عن خبرة ناس أخذوا الفيروس مع اللقاح في نفس الوقت خلال أيام وتعبوا يا أخي يعني تعبوا جدا فهذه هي النقطة لما أقول أنه المناعة الجسم يضعف عند أخذ اللقاح أن تحاول الحذر وأخذ الحيطة بأن لا تصاب بالفيروس متى يتم أخذ اللقاح لشخص سجل إصابه بالفيروس كما تكلمت أسبوعين أقل شي مع اختفاء العراض تماما الأشخاص المصابين بينحراف العمود الفقري مما يأثر على ضغط على الرئة أو صوبة بالتنفس نعم ما إلو علاقة بأخذ اللقاح إذا شخص أصيب بكورونا سابق متى بأخذ اللقاح طبعا أقل شي بدك تستنى يعني مثل ما حكيت يعني انتظر إذا أصبت بالكورونا طبعا جسمك كون مناعة جيدة جدا فيعني ممكن الانتظار أشهر ثلاثة شهور أربع شهور أو أكثر وأعتقد أنه جرعة بعد الإصابة كافية لكن إذا أنه القوانين حكت بأنه لا تمن تأخذ جرعتين فلا ضينا في أخذ جرعتين ليش بيعمل صداع ومكان الإبربوجع يعني هذا أخي الكريم هذا هو مع كل اللقاحات وليس لقاح كورونا فقط اللي هو وجع مكان أخذ اللقاح والصداع والأعراض الجانبية الأخرى الحرارة والهزال والتعب هل صحيح أن لقاح فيروس كورونا يسبب أمراض وعاهات مستقبلية لا هذا كلام كلها خرافات وهل تأثر على الجنات وراثية كل خرافات وليس له علاقة بالعلم رح يكون في لقاح للفترة العمرية الصغيرة أنا كمراهقة بفضل أو أتلقح وأرجع لحياة طبيعة المدرسة إن شاء الله طبعا كما تكلمت الأطفال سيأ يعني حاليا بيعملوا في تجارب عليهم في أمريكا وقريبا ستخرج الدراسات وسيعدلوا العمار بالنسبة لأخذ اللقاحات طبعا الجميع سيأخذوا اللقاحات في فترة ما حتى الأطفال فأعتقد إنهاء قادمة بإذن الله أنه الكل رح يأخذ اللقاح أنا أخذ إبرة تحسس هل ممكن يأخذ لها نعم إبرة تحسس ليس لها علاقة ولا تتعارض مع أخذ اللقاح مضاد كورونا يقولون أنه له سلبيات أكثر من الإيجابيات والإنصاب كورونا متى يأخذ مضاد يعني بعد كم شهر لا يوجد له سلبيات طبعا هذا ليس علمي أنه له سلبيات أكثر من الإيجابيات هذا ليس صحيح إلا يعني أنت بتحكي أنه يعني يوجد لك خيارين أخي الكريم يا أما اللقاح يا أما الفيروس طبعا الفيروس يعني نحن العلم مع الفيروس الفيروس له يعني ما بتعرف أنه جسمك حتى لو كنت صغير في العمر وتعتقد أنك صحيح يعني ما في تأكيد أنه ماذا سيحصل لك لو أخذت الفيروس ورأينا يعني أشخاص كثير يعني الصغار في العمر وأصيبوا وكانت خطورة عليهم وبعضهم يعني يتوفوا فلذلك أنصح طبعا بأخذ اللقاح أفضل بكثير من الفيروس هل يسبب أمراض في المستقبل لا يسبب أمراض في المستقبل لا يوجد دراسات علمية ولا شيء يثبت بأنه سيتبب أي أمراض مستقبلية هل يعارض الوفرين وأدوية التامية والسكري معه لا لا يوجد تعارض ما هي المضاعفات التي تظهر بعد أخذ اللقاح وماذا تأثيرها طبعا تكلمنا عن الموضوع الحرارة والهزال والتعب والقشعريرة والغثيان وما إلى ذلك طبعا أهل كريم حتى لو كانت شديدة عليك ممكن أن تشديد شديدة اليوم اليومين فقط كم نسبة الحماية من الإصابة بعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كما تكلمنا يعني نسبة الحماية من الخطر والموت ودخول المستشفيات مية في المية لو سمت لو سمحت أخذ المطعوم لأنها تتعارض لأنه جسمك يعني إذا كان يدافع عن التهاب معين خلي جسمك يدافع عن الالتهاب وتخرج من الإصابة للالتهاب وبعدها أخذ اللقاح أفضل شخص حامل تلسيم يأخذ المطعوم طبعا التلسيم ما له علاقة باللقاح 100% اللي عنده تلسيم ما يقدر يأخذ اللقاح خلينا نجاوب على أسئلة المسجات دكتور ما هي مكونات اللقاح المكونات اللقاحات تختلف من اللقاح إلى آخر يعني فأعتقد أنه كثير من اللقاحات مكوناتها يعني لم تكن موجودة في اللقاحات التي أخذناها في الماضي لذلك هذه الأعراض تخرج لدينا طيب إذا أخذنا وبعد فترة طلعت دراسة تبدأ أنه يسبب أمراض شو نعمل أخي حسين يعني لا يوجد هذا الكلام يعني إحنا بنخذ يعني بنخذ بالعلم العلم أنه هاي المكونات معروفة شو المكونات والمكونات يعني ليس لها علاقة بينها تأثر أي أمراض مستقبلية لذلك هذا يعني يعني لا يوجد أي إشي علمي يثبت أنه ممكن يعني قبل يعني دعنا لا نتكلم ماذا سنفعل إذا حصل كذا بإذن الله لن يحصل أي إشي في المستقبل بالنسبة للقاحات كما تكلمت يعني يوجد خيارين لا يوجد خيار ثالث إما اللقاح وإما الفيروس أما تقول لي أنه لا بدي أخذ اللقاح ولا بدي ولا الفيروس رح يجيني هذا لن يحصل أنا بحكي لك إياها مية في المية يعني يعني حاضرا أو لاحقا لازم تأخذ واحدة من الثانتين كد ما تحاول تهرب من أنه يعني يعني أنت فكر فيها في النهاية يعني إذا نحصل على مناعة مجتمعية ستكون أنت الوحيد يعني الكل في المجتمع يعني أنت فكر فيها النقطة الكل اللي حواليك رح يكون يا عندهم يا أصيبوا وشفوا يا إما أخذوا اللقاح إذا لم تأخذ لا لقاح ولا الفيروس ستأخذ الفيروس محسوم مية في المية أنا بحكي لك إياها من هلا يا هذا يا هذا فما في خيار ثالث أنت قل لك والله الفيروس رح يختفي وخلص الناس خليل بأخذ اللقاحات يأخذ اللقاحات والبصاب وصابوا والفيروس في النهاية بيختفي الفيروس لن يختفي إلا إذا أخذ الجميع إذا أخذوا اللقاح أو أخذوا الفيروس حتى الجميع يتعرض لهذا الفيروس ووقتها ممكن هذا الفيروس يصبح ينو فيروس موسمي وجايه زي الإنفلونزا وأجسامنا ما تتعرض إله لإصابة يعني شديدة مثل ما حصل في اللقاح الإنفلونزا اللقاح الإنفلونزا أول ما طلع في 1918 و1967 كان خطير جدا وقتل ناس عن جنب طرف صغير وكبير في هذا الوقت كان الفيروس الإنفلونزا مثل فيروس الكورونا كان جديد على كل أجسام الناس كيف حالك أنت أخذت اللقاح الصيني بتنصح فيه طبعا أنا أخذت اللقاح الصيني سينوفارم يعني أنا سأجاوب على السؤال وبالنسبة إلي أنا بنصح فيه الكل يعني إذا كان اللقاح المتاح لك هو اللقاح الصيني اللقاح السينوفارم فأخذه وتوكل على الله أعتقد أنه يعني دراسات خرجت في الأيام الماضية يعني الماضية خرجت دراسات تثبت أنه اللقاح الصيني أعطى فعالية ضد المتحورات أكثر من اللقاحات الأخرى يعني اللقاحات الأمريكية هذه دراسات وأنا أتكلم لأنه أنا لأنه بنصح فيه مصالح شخصية باللقاح الصيني هذه دراسات ومن يريدها سأعطي إياها أثبتت بأنه اللقاح الصيني السونوفارم أعطى فعالية ضد المتحورات البريطانية والساوث أفريكا أفضل من اللقاحات الأمريكية وهذه دراسات وخرجت ونشرت فطبعا نعم خال العزيز عيد شحادة طبعا أنصح باللقاح الصيني إذا كان هو الذي لقاح لك ولكن الأشخاص التي يتح لهم فايزر أو مدرنا أو غيرها طبعا أنصح بهذه اللقاحات أيضا لأنها كلها فعالة بس أنا فقط أحببت أن أجب على السؤال الخاص لشينوفارم يعطيك العافية الطور بالنسبة اللقاح السرزينيكا أكد أنه بعمل تخطر بالدم وحالي يعطوه يعني هنا في أمريكا وقفنا لقاح السرزينيكا للبحث وللدراسة لأنه حتى نتأكد أنه ليس له أعراض أخرى أو أنه يكون خطير على بعض الناس بعض الأعمار ف يعني أنصح بأنه يعني أنه اللقاح يوقف لأنه الـ FDA وقفته فأنصح بالجميع بتوقيف لقاح السرزينيكا حتى تعود الـ FDA وتسمح بإعطائه كم الفترة المناسبة لأخذ اللقاح بعد الإصابة قلش سبعين مع اختفاء العراض تماما أي لقاح أفضل من اللقاحات موجودة يعني لا أريد أن نتكلم من هو أفضل من ماذا لأنه يجب أن نأخذ يعني من أفضل الفايزر أو سينوفارم من الأفضل أخي الكريم إذا كان لك يعني الموجود المتاح لك الفايزر يجب أخذ الفايزر إذ كان لك سينوفارم طبعا الاثنين فعالات واثنين بإذن الله سيعطيك مناعة من ضد الإصابة اللي بيأخذ اللقاح وصيبه بعد هيك بيعد غيره طبعا نسبة العدوى لمن يأخذ اللقاح ومن يصاب طبعا ستكون أقل بكثير من الذي يصيب ولم يأخذ اللقاح لأن العدوى حقيقة يعني موضوع معقد شوي والعدوى تحصل عندما يكون عندك عراض ويوجد عندك رداد ويوجد عندك يعني يوجد عندك مصدر للعدوى لكن إذا أصبت ولم يكن عندك هذه العراض أعتقد أنه يعني نقل الفايروس من الشخص الذي أخذ اللقاح ستكون قليلة جدا شو بتفسر الدكتور الذي أخذ اللقاح وبعد أسبوع انصاب كورونا أعتقد أنه يعني الإصابة ممكن حصلت بالتوازي مع أخذ اللقاح يعني يعني ممكن أنها حصلت ماء في نفس الوقت والعراض أصبحت تظهر بعد أسبوع أو أنه لسه الجسم لم يكون إلى جسام المناعة يعني المناعة المناسبة ويصاب لأنك إذا يعني مثل ما تكلمت يعني حاول أنه يعني ما تعرض نفسك للإصابة في بداية اللقاح فخلال أول أسبوع الجسم لم يكون مناعة فإذا أصبت يعني جسمك لم يكن عنده مناعة مشان يدافع عن الفيروس فطبعا هذا تفسير هذا يعني ممكن يحصل مع أي شخص أنه إذا يعني ما أخذت الحذر والحيطة ممكن أن تصاب إذا تعرضت للفيروس خلال الأسبوع الأول من أفضل لقاح فايزر أو أسترزينيكا يعني مرة أخرى يعني أنا لم أفضل لقاح آخر لكن سأتكلم عن لقاح نفسه طبعا نعرف أنه لقاح فايزر له فعالية أكثر من لقاح أسترزينيكا هذه الدراسات ما أثبتت بالنسبة للفعالية لإنتاج مناعة في الجسم لكن بالنسبة للحماية من الخطورة وحماية من الموت أعتقد لقاحين لهم فعالية 100% السلام عليكم ورحمة الله ماذا تنصح بأخذه من الأدوية عند تلقي الجرعة الثانية من الفايزر أخي الكريم فقط البندول ومخفضات الحرارة وما لذلك يعني ممكن تأخذ البروفين ممكن تأخذ البندول بس أدوية حتى تخفف من الأعراض يعني حقيقة في بداية التجارب عندما بدأنا لإنتاج اللقاحات حاولنا أن نعطي جرعة واحدة للأشخاص المتطوعين فكانت الجرعة يعني عملت عندهم أعراض شديدة جدا جدا في ذلك الوقت في ذلك الوقت حاولنا نقفف من الجرعات إلى ما وصلنا إلى الكمية التي سببت أعراض ليست بالخطيرة ولكنها أعراض كانت ماشي حالها فوجدنا أنه نقسم اللقاح إلى جرعتين جرعة الأولى ستعمل مناعة قليلة والجرعة الثانية ستبني المناعة مكتملة بناء يعني الفكرة منه اللقاح الانفلونزا نعطي جرعة واحدة لأن الجسم ما عمل أعراض شديدة جدا ففي المستقبل أعتقد أنه ممكن بعد ما الجسم سير يتعرف على المكونات اللقاحات ستكون جرعة واحدة مثلها مثل اللقاح الانفلونزا الإجابة على سؤالك تور أنا بعد ما أخذت أول جرعة فايزر قبل شي تسع أيام صار يسيبني أرق ليلي هل ترى اللقاح بعمل هيك أخي الكريم أخي محمد بالنسبة للقاح فايزر يعني بعمل أعراض أشد من يعني خلنا أقول الصحيح أنه لقاح فايزر بعمل أعراض جانبية أكثر من اللقاحات الأخرى وهذا طبيعي لأنه لقاح فايزر في مكونات شوية غريبة يعني جديدة جدا على جسم الإنسان ومن الطبيعي أنها تعمل يعني حرارة وتعب وهزال وما إلى ذلك ألا بالنسبة للأرق الليلية أخي الكريم يعني أعتقد أنه يعني ما بقدر أربطها باللقاح فأعتقد أنه يعني تشير طبيبك الخاص بهذا طبعا أخف مطعوم يعني السؤال الإجابة على ما هو أخف مطعوم ما هو المطعوم الذي لدي أقل أعراض جانبية أنا بالنسبة إلي مرة أخرى يعني لا أريد أن أن أنقص من المطعومات الأخرى لكن لقاح السينوفارم الصيني هو من أخف المطعومات التي تسبب أراض جانبية خفيفة لماذا؟ لأنه مكونات هذا اللقاح موجودة في أجسامنا من الماضي كانت جزء من اللقاحات الأخرى التي أخذناها لأنه يعني ترديشنال لقاح مكوناته كانت موجودة في اللقاحات التي أخذناها في الماضي من الطفولة لذلك لا تعمل أعراض جانبية شديدة مثلها مثل لقاح فايزر وموديرنا وسترزينيكا دكتور محمد هل تتوقع أن تكون موجة أخرى في الأردن؟ بإذن الله لن تكون هناك موجة أعتقد يجب أن نتوجه لأخذ اللقاحات وبإذن الله مع أخذ اللقاحات الوضع الوبائي سيتحسن وستعود الحياة مثل ما حكيت لكم يعني عندنا في أمريكا هنا كنا الوضع الوبائي يعني سيء جدا جدا الآن لأنه يعني كثير من الناس الناس تأخذ لقاحات عن جنب وطرف فأعتقد أنها فعلا يعني ساعدت كثير في الوضع الوبائي وإن شاء الله في الأردن إذا الكل ذهب إلى أخذ اللقاح وصار عندنا يعني مناعة مجتمعية جيدة بإذن الله ستذهب الجائحة ولن تعود ولن يحصل لنا موجة ثالثة دكتور رح يكون كل سنة ولا بس جرعتين مثل ما تكلمت يعني هل يكون اللقاح كل سنة يعني ممكن زي ما تكلم ممكن يصبح مثل اللقاح الانفلونزا يعطى فقط للناس الأكثر خطورة وجرعة واحدة لأن أجسامنا تعرفت على هذا اللقاح وعلى مواده فإذا حصل وأصبح يعني لا أعتقد أنه سيكون لقاح يعني فيروس موسمي لأنه يعني الفيروس كورونا ليس مثل فيروس الانفلونزا يعني علميا فيروس كورونا الهوش تبعه الحيوان يعني الحيوانات التي تحمل الفيروس كورونا نادرة جدا يعني ليست موجودة بين الناس يعني محكي عن خفاش عن هاي الحيوانات التي لا تنتعرض ليها يعني بشكل يومي الفيروس الانفلونزا لماذا نأخذه كل سنة لماذا يأتي إلينا كل سنة لأن الحيوانات التي تحمل هذا الفيروس هي الخراف والأبقار والمواشي يعني هذه الحيوانات موجودة لدينا لذلك نأخذ منها هذا الفيروس وننشره بين الناس هكذا تبدأ الانفلونزا لكن بالنسبة إذا اختفى يعني إذا حصلنا على مناعة مجتمعية واختفى فيروس كورونا نهائيا يعني بإذن الله يعني رجوعه إلينا سيكون نادر جدا ليس مثل فيروس الانفلونزا تم نشر أنه سوف يكون جرعة ثالثة من الفايزر مثل ما تكلمت يعني هذه الجرعة الثالثة تنشيطية حتى نحصل على المناعة المجتمعية ليس ستكون أبدية فقط لأنه يعني لسه الوباء موجود فالجرعة الثالثة سنحتاج إليها حتى نتكمن من بناء المناعة المجتمعية بشكل تام ووقتها ممكن تنتهي الجرعة الثالثة أعتقد الجرعة الثالثة ضرورية الآن وممكن أنها تختفي مع الوقت طيب يا جماعة الخير يلا سأنهي لا يوجد أي أسئلة جديدة سأنهي اللقاء وكل عام انتم بخير وشكرا لمشاهدتكم السلام عليكم اشتركوا في القناة